قال تعالى في سورة يوسف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وكذلك قال في سورة النحل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين هاتين الآيتين وست آيات أخرى غيرها في القرآن الكريم تؤكد لنا أن القرآن الكريم عربي أصيل لكن كيف نفسر استخدام القرآن الكريم لكلمات غير عربية إذ نجد أنه استخدم كلمات عبرية مثل آذم، تورا، جهنم، آمين واستخدم كلمات فارسية مثل أباريق، استبرق، سرادق واستخدم كلمات حبشية مثل طاغوت، ومشكاه وكلمات أرمانية مثل هاروت، وماروت وكلمات سريانية مثل سورة، عدن، فرعون وغيرها من الكلمات الغير عربية إذن، أليس هذا تناقضا؟ ما الفرق بين يقولون بأفواههم ويقولون بألسنتهم في التعبير القرآني؟ وذلك في قوله تعالى في آل عمران يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وقوله تعالى في سورة الفتح يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم الأفواه أعم وأشمل من الألسنة فإن اللسان جزء من الفم فإذا كان القول كبيرا عظيما ذكرت الأفواه وإذا كان أقل ذكرت الألسنة وعلى هذا فقوله يقولون بأفواههم يدل على أن القول أعظم وأكبر والأمر كذلك الحديث في آل عمران إنما هو في المتخلفين عن القتال في أحد فقد دعوا إلى القتال فامتنعوا قائلين لو نعلم قتالا لاتبعناكم بمعنى أننا لا نحسن أن نقاتل ولو كنا نحسن القتال لقتلنا معكم قال تعالى وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم ومل الكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون فهم كانوا مصرين على عدم المشاركة في القتال راضين بقعودهم ولم يكتفوا بذلك فحسب بل كانوا يخذلون غيرهم ويزينون لهم القعود فقد قال عنهم سبحانه الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا فهم لم يندموا بل كانوا راضين بما فعلوا غير نادمين ولا طالبين لمغفرة أما المذكوهون في سورة الفتح فهم المتخلفون عن عمرة الحديبية فهم لم يذهبوا إلى العمرة مع الرسول فاعتذروا لرسول الله عن عدم الذهاب إلى العمرة بانشغالاتهم بالعمل سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا وهنا نجد أن هؤلاء اعتذروا عن عدم الذهاب إلى العمرة بالعمل والشغل وإنهم طلبوا الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وآله وبالتالي فإن قول أصحاب أحد أكبر وأعظم وموقفهم أخطر وأكبر فناسب ذلك ذكر ما هو أكبر فيهم وهو الأفواه وناسب ذكر الألسنة في آية الفتح هذا والله تعالى أعلم نعود لسؤالنا الأول كيف يكون القرآن الكريم عربيا مع أنه مليء بالكلمات الغير عربية أولا ما هو تعريف العربي قال ابن منظور العربي هو المنسوب إلى العرب وإن لم يكن بدويا وحكي الأزهري رجل عربي إذا كان نسبه في العرب ثابتا وإن لم يكن فصيحا وقال الراغب العربي الفصيح البين من الكلام قال تعالى قرآنا عربية يعني قرآنا فصيحا بين الكلام وهذه الشبهة التي نتحدث عنها الآن أثارها المستشرقون من زمن طويل إذ قالوا إن وجود كلمات غير عربية بالقرآن الكريم يخدش في عربيته والجواب باختصار هو كالتالي إن القرآن الكريم ابن هذه اللغة العربية وهو مصوغ من أعلاها وأقواها ولم يستخدم القرآن الكريم كلمة على الإطلاق غير موجدة في لغة العرب أو غير مستعملة فيها لذلك إذا كان هناك إشكال يراد أن يوجه للقرآن الكريم فالأولى أن يكون موجها للغة العربية فنحن نعلم أنه لم تسلم أي لغة في العالم من كلمات دخيلة لغة التركية والفارسي وحتى اللغات اللاتينية كالإنجليزية مثلا فيها المئات من الكلمات العربية ولا يضر ذلك بتلك اللغات ولا يغير منها شيئا واللغة العربية هي واحدة من هذه اللغات فالعرب في الجاهلية كانت لهم صلاة بغيرهم من الأمم والشعوب كالروم والفرس واليهود والسريان والأحباش وغيرهم فتسربت بحكم هذه الصلاة بعض الكلمات العربية إلى تلك اللغات وفي نفس الوقت تسربت بعض الكلمات الأعجمية إلى اللغة العربية وقد أجرى العرب عليها تغييرا وتحويرا لتتلاءم مع لغتهم ولتنطبق عليها قواعدهم وأحكامهم وهو ما يسمى بالتعريب في اللغة العربية فلم استعمل القرآن الكريم هذه الكلمات كانت معربة ومستعملة عند العرب الجاهليين وإن كانت أعجمية في أصولها القديمة ولكنها أصبحت عربية وبحكم العربية بعد أن استعملها العرب وبالتالي فإن وجود مثل هذه الكلمات لا يضر أو يخدش في كون القرآن الكريم عربيا هذا والله تعالى أعلم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ولا يخدش في الكلمات ولا يخدش في الكلمات أولاً لازال أمويا دانسي دعوتي ماتنا أولاً